بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل اليوم المحاضرة عن تلوث الهواء وبنبتدي نتكلم على بقية ما Air Quality Index وهو دليل جودة الهواء وإحنا كنا نتكلمنا عن مقدمة لبعض المستويات نستكمل هذا الجزء بنتكلم على International Air Quality Index International Air Quality Index من الحاجات اللي وضعت عالميا علشان تحدد مستويات الهواء ويمكن أول دولة قدمت هذا الكلام هي الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي وكالة حماية البيئة Environmental Protection Agency وطبقا لمعايير اللي هي Poland Standard Index XPSI وده كان سنة 1976 وده وضعته طبقا لبعض المعايير والمقييس يمكن هي عرفت زي ما نشوف الجدول القادم Particle وإعتبرت أنه المقياس بتاعنا بما يسمى P10 أو P10 Reversed to particulate matter يعني 2.5 ميكرو جرام لكل متر مكعب ومن 2.5 ميكرو جرام لكل متر ويمكن الجدول القادم ده بيوضح لنا بعض القيم من 255 لحد 154 ده بيكون مدريد من 155 لحد 200 45 ومن 255 لحد 250 ومن 255 وميكون عندي ومن 255 لحد 504 في هازاردس اللي هو الخطر جدا وده أكتر من 301 لحد 500 يمكن بعض الدول تسمح مثلا من 500 لحد 604 يبقى إذا إحنا قلنا إنه هذه القيم الاندكس الستاندرد كلها كل دولة من الدول تسمح بتبعض التجاوزات أو تقل عن هذه النسب أيضا وده بيرتبط بمدى تقدم الدول واهتمامها بالبيئة يبقى إحنا عندنا هنا ما بنتكلم على الاندكس وده كان طبعا نعمول في الولايات المتحدة زي ما إحنا قلنا لكن معظم الدول بتلتزم بنسب قريبة من مثل هذا النسب الموجودة في التلوث طيب إحنا النهاردة هنتكلم على أول حاجة إزاي بيتم تلوث الهواء وأخطر عاملين عندنا اللي هو عندنا تكون الكربون مونوكسايد أند اليو ايش سي اللي الامبير نيد هيدرو كربون اللي الهايدرو كربونات الغير محترقة يبقى الكربون مونوكسايد مونوكسايد أند أمبير نيد هيدرو كربون وبنختصرها يو ايش سي زي نشوف بتتكون هذه الامبعاثات الغازية هي بتتكون أصلاً من تفاعلات الكيميائية يبقى الكيميكا الرياكشن هو المسبب الرئيس لمثل هذه الامبعاثات كيميكا الرياكشن ده بيحدث فيه غرف احتراق بتاعة المحركات بيحدث في غرف احتراق اللي أنا بعمل احتراق بولد بسانطاقة باستخدام الفحم احتراق الوقود يبقى في الأصل هو التفاعلات الكيميائية بين الأكسوجين الموجود في الهواء وبين الكربون والهايدروجين الموجود في المركبات الهايدرو كربونية احنا عادة نفكركم بالكيميكا الرياكشن بيبقى التفاعل الكيميائي كمعدلة بيتكون من ادى الوقود عندي وادى الير او نسبة الاكسوجين اللي هتسبب لي حرق هذا الوقود او كساد هذا الوقود دي بنسميها الستاندر اكويشن لعملية الحرق اولا زي ما هنشوف دلوقتي الحرق اولا اذا كان الحرق كامل بينتج عنه ساني اكسيد كربون وهنتج عنه مية فانتنا بنكتب المعادلة وبعدين بعمل لها البالانس وده بتعني انه واحد مول من الوقود بيحترق في وجود خمسة مول من الاكسوجين عشان يطلع لي ثلاثة مول من ثاني اكسيد الكربون واربع مول من المية وابقى هنا نسب حجمية اللي بنسميه volume fraction او مول fraction احنا عادة عادة علشان نبتدي نتكلم احنا هنرقى من simple المراجعة بسيطة على اللي انتخدناه احنا بنسمي الاحتراق عندي بيتم على نوعين في complete combustion و in complete combustion ده in general يبقى لو انا امتى اعرف انه complete combustion وامتى اعرف انه in complete combustion complete combustion زي ما قلنا the product of the combustion of the hydrocarbon fuel will be H2 and CO2 يعني اذا كان نواتج الاحتراق في المعادلة في الطرف بتاع النواتج الاحتراق يحتوي ساني اكسيد كربون وما فقط فده احتراق كامل طيب ال incomplete combustion احتراق لغير كامل بينتج عنه product that hydrogen COC and or OH يعني معناها انه زرات الكربون وزرات اليدروجين لم تتأكسب بالكامل يبقى انا هنا زي ما احنا بنتكلم دي اول فكرة مبسطة عن الاحتراق الاحتراق نوعين complete combustion و in complete combustion وشوفنا ايه الفرق بين الاتنين طب احنا عشان نكتب المعادلة يبقى عشان اما اكتب اي معادلة احتراق في شوية حاجات لازم ناخد بالنا منها انا بعت بالمعادلة اولا وبعدين بعمل عملية balance علشان اطلع عدد الجزيئات احنا بنقول عدد الجزيئات الداخلة لكل عنصر لازم تساوي عدد الجزيئات الخارجة لكل عنصر اول حاجة اول حاجة هعمل له في المعادلة انه 6 number of mole of fuel equal 1 اخلي دايما الوقود واحد يعني لو مثلا بكتب 5 CH لا اقسم على 5 بحيث اخلي دايما واحد مول بعمل اول حاجة balance لCO يعني بعمل مقارن زرات القربون في الوقود ومقارن زرات القربون في نواتج الوقود الحاجة التانية بعمل balance للهايدروجين اللي موجود في الوقود بالهايدروجين اللي نتج عني وبعدين بعمل balance للاكسوجين زرات الاكسوجين مع زرات الاكسوجين اللي نتج سواء سكانت في CO او في H2O هذه القواعد هتبسط لك جدا انك تقدر تكتب اي معادلة احتراق لاي عنصر من العناصر اللي موجودة عندنا وده ان شاء الله هنستكمله وهتضح عندنا واحنا بنحل المسائل باذن الله